نحن نبدأ أولى محطاتنا فرح الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو يوم فرح للنبي وأيضا هو أصل من أصول الإيمان ولد سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل وللحديث عن قصة مولد سيدنا الرسول الكريم معنا الدكتور فضيلة الشيخ أحمد سامر القباني رئيس لجنة الإفتاء فيدي صباح الخير فضيلة الشيخ وكل عام محضرتك بخير صباح النور إن شاء الله كل عام وأنتم بخير والوطن وقائد الوطن وكل من عم يتابعنا بألف خير وصحة وعافية صباحك عن جديد وينعد عليك يا ربي كل خير بداية خلينا نحكي عن سيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقصة مولد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي بداية أكيد لحنا لما بيكون عنا مولود عم نعمل له عب ميلاد وعم نفرح فيه بالعيلة يعني أبنائنا ويعني كتير هالناس كل واحد عزيزة عليه بيوم مولده بتلاقيه هيك فيه له بنفسه خاصية فبتلاقيه كل سنة بيحتفل فيه يعني هذا الموضوع إذا كان مولد إنسان عادي فكيف ولادة الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام لذلك إذا شوف القرآن بسورة مريم سيدنا يحيى عليه السلام ربنا عز وجل قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسيدنا عيسى عليه السلام والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا يعني سبحان الله الولادة في إلها أثر بنفس الإنسان أو بمحيطه يلي حواليه والرسول صلى الله عليه وسلم سئل كان يصوم يوم الاثنين سئل لماذا تصوم يوم الاثنين قال هذا يوم ولدت فيه وبعث أو أنزل علي فيه لما كان بغار حراء أنزل عليه أول شيء نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق كان يوم الاثنين بس أول شيء قال هذا يوم ولدت فيه يعني سيدنا به فرحان صلى الله عليه وسلم وهناك حديث صحيح عند الحاكم في مستدركه ورواه غيره كذلك كما قال الإمام الذهبي بسند صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم الأفي عنا آيات بصورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم سيدنا إبراهيم يقول يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نسل سيدنا إبراهيم لأنه هو من أحفاد سيدنا إسماعيل عليه السلام فيقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى لأن سيدنا عيسى أيضا القرآن حدثنا على لسانه فقال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورأت أمي حين حملتني وفي رواية حين وضعتني يعني الولادة رأت نورا أضاء لها قصور الشام في بصرة أضاء قصور الشام رأت نورا ووقت منه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مولود الآن حديثا ما في رسالة بعث على رأس الأربعين سنة سيدنا النبي وين لسا في أربعين سنة من ذلك الوقت رأت نورا ولحنا لما عم نحتفل بولادة الرسول صلى الله عليه وسلم احتفالنا عم يكون بطاعات لله سبحانه وتعالى فعم يكون لما نعمل احتفال لحنا يبدأ بقراءة القرآن الكريم ثم مدح الذات الإلهية مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم واحد العلماء بيعمل موعظة ثم نختم هذا المجلس بالدعاء هاي كلها تطاعات والفرح بالطاعات هو شيء أساسي يعني أولا ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم وذكرهم بأيام الله شو أيام الله أيام الفرح التي كان فيها نصر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة المنورة من مكة وجد اليهود كان في ثلاث قبائل كما تعلمون بالمدينة المنورة بنوا قينوا قاعوا بنوا قريضة وبنوا النظير فوجدهم يصومون العاشر من محرم عاشراء لحنا منسمي فسألهم لما تصومون هذا اليوم قالوا هذا اليوم نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون وجنوده قال فنحن أحق بموسى منكم وصامه صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا اليوم يلي فيه في نجاة لواحد من الأنبياء مع قومه عيد يعتبره أمصام الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك لحنا بالنسبة إلنا ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم هي كمناسبة بحد ذاتها بالنسبة إلنا مهمة حدث لأنه لحنا عم نفرح بأولادنا بقش تلون بولادة الأنبياء والرسول الأمر الثاني مشروعة فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم سألوا ليش عمد صوم قالوا هذا اليوم ولد فيه أنا بدي أشكر الله على طريقتي وأنا بدي يصوم في هذا اليوم وصام لأن الله نجى موسى معنى ذلك أنه مشروعية الاحتفال ليس عليها أي غبار في ذلك هلأ بنطلع بقى لفكرة تانية لحنا لما منحتفل بولادة الأنبياء والرسول كأشخاص لحنا عم نحتفل برسالاتهم هاي هي الحقيقة يعني رسالة سيدنا عيسى رسالة الحب والمحبة والسلام رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ففرحنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فرحنا بميلاد الرحمة الله لم يقول وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين للعالمين وإحنا أول آية بقرآننا الحمد لله رب المسلمين الفاتحة مو هيك نقرأها رب العالمين وآخر آية وآخر صورة في القرآن قل أعوذ برب المسلمين قل أعوذ برب الناس هذا الدين دين عالمي وهذا الدين العالمي لم يكن أبدا لينتشر هذا الانتشار الواسع في العالم لولا أن تعاليمه كانت تعاليم الرحمة والحب والسلام والأخلاق يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يركز ويقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لعننا باللغة العربية إنما اسم أداة حصر شو يعني حصر أنا بس مشان هي الشغلة طيب الرسول بعث مو مشان الأخلاق الأخلاق وغيرها بس هذا على سبيل المبالغة في اللغة العربية لما بيكون الدين كلاته أخلاق يعني معظم أخلاق منقول كلاته أخلاق الدين فهو عم يقول إنما بعثته يعني الله ارسلني لأتمم مكارم الأخلاق معنى ذلك العرب كان عندهم موجود مكارم أخلاق وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتممها ويبلغ بالأخلاق مرتبة عالية جدا إن الرجل يعني إن المرأة بس هيك كانوا يعني المرأة يعني سواء كان رجل ولا امرأة ما بتفرق بس هكذا كان التعبير للتغليب وأحيانا يعبر بالمرأة أيضا عن الرجل إن الرجل لا يبلغ بحسن خلوقه منزلة الصائم القائم يعني شيء عجيب إنه يبلغ كأنه واحد يصوم طيلة الأيام لا يفطر يقوم طيلة الليل لا ينام بشه بحسن خلوقه بلطفه بكلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق هيتعالين ديننا الأخلاق لما يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأقربكم مني منازل يوم القيامة أي مين حيكون أبشي من سيدنا النبي قال أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافة يعني المتواضعون الذين يألفون ويؤلفون ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمن يألف ويؤلف لطيف أول ما بشوف الناس بيحبه وهو بيحبون يقول ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف يعني الغليز لك لا الله بيحبه ولا الناس بتحبه اللطيف كل الناس بيحبه قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم على من تحرم النار ومن يحرم على النار قالوا من قال تحرم النار على كل هين لين سهل قريب فمعنى ذلك هاي هي الرسالة رسالة اللطف للعنف رسالة التفكير للتكفير رسالة الوسطية والاعتدال والحب والسلام والرحمة رسالة العلم يعني إحنا سلمة إحنا لما منعرف أول كلمة لذلك بديننا إقرأها إحنا منعرف أنه هذلك المجتمع كان وثني يعني يعبدون الأصنام وقالوا وربما لم نجد حجرا فصنعنا صنما من تمر كانوا بليغين عندهم فصحة وعندهم قول والشعر ولذلك يعني من أحد الطرق اللي حاولوا يواجه فيها السيد الرسول هي المناظرات وقول الشعر وما إلى ذلك اليوم نحن عم نستذكر مولة خير الأنبياء رسول محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن نتذكر بعض من مسيرة حياته وصفاته التي فيما بعد أصبحت سنة يعني أصبحنا نقتضي بما فعله بحياتنا وبتعاليمنا أيضا اليومية ونتبعها في بعض الأحيان كقواعد نسير عليها فخلينا نحكي عن أبرز إذا فينا نقول الصفات عند الرسول الكريم شكرا سلم على هذا السؤال الحقيقة كل الأنبياء والرسل دوينت دوين كلامهم سيدنا عيسى كان عنده الحواريين الحواريين هن تلميذه إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء هن تلميذه نحن عنا نسميهم آل البيت والصحابة هن اللي نقلوا إلنا كلام الرسول أفعال الرسول صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام عن رسول الله ينقسم إلى شقين الشق الأول تدوين الأحداث التاريخية نحن نسميها السيرة النبوية السيرة ولد في سنة كذا في سنة كذا كان هدم الكعبة عام الفيل بعد منها بعثت الرسول بغار حراء بعدين أمر بالدعوة إلى الله كانت سرية صارت جهرية بعدين هاجر للمدينة صارت غزة بدر أحد هاي اسمها سرد الأحداث التاريخية ودوين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مو الأحداث التاريخية فقط وإنما شمائله معنى شمائله جمع شميلة والشميلة هي الخصلة بالإنسان أي صفاته الخلقية والخلقية ويسمى هذا الشيء الآخر الشمائل إذن عنا السيرة النبوية وعننا الشمائل السيرة النبوية لأحداث التاريخية الشمائل صفات الرسول صلى الله عليه وسلم عنده صفات خلقية هاي من عند الله كان وجوه صلى الله عليه وسلم مدورا وكان أبيض مشربا بحمرة وكانت عينه سوداء كحيلة وكان شعره أسود وكانت شعره طويلا وكان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير هذا خلق يعني هذا صفات الخلقية هيك الله خلقه لسيد النبي صلى الله عليه وسلم يلي بيستفيدوا منه الناس يلي صفات الخلقية وهذا كان الجانب الأكبر يدونت فيه الكتب إذا بنا نبلش بالتاريخية حنلاقي الإمام الترمذي معروف ألف كتاب سماء الشمائل المحمدية تكلم فيه عن صفات وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاء القاضي عياض اليحصبي فألف كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم كان لهذا الكتاب شروح مثل شرح الملة علي القاري على الشفاء ثم جاء العلام القصطلاني وألف كتاب من ثلاث مجلدات سماء المواهب اللدنية بالمنح المحمدية يعني هذا بس عم يحكي عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى كان له شرح للعلام الزرقاني إلى أن ألف في هذا العصر كتب كثيرة تلخيص للكتب السابقة تتكلم مثلا عن لطف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إحنا بنعرف دائما أنه في غيرة بين النسوان وفي عمنا شيء بيسموه زوجة ثانية وزوجة ثالثة بيسموهم ضرائر الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده عدة زوجات فمره إجا ضيوف لعند السيدة عائشة الله يرضى عنها سيدتنا أم سلمة جارتها الباب بالباب فراحت عملت لهم أكل وقالت بساعدها لعائشة يعني بالأكل فأتت بهذا الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يأتون به على صينية من فخار يعني من طين مقسة فجاءت بالطعام وطلعت معها السيدة عائشة أنه جاي ضيوف لعندي عم تعمليلي أكل عم تعلمي علي يعني شو ما بعرف أعمل لهم أكل أنا وقال فأخذت حجرا فهرا قال وكسرت به هذه القصعة فسقط الطعام على الأرض أنا بعض بتصور لو مرت عاملة هيك مسكت هالصينية هيك وطبشتها هيك وطار هالرز بهالسقف وصار على هالأرض شي بدي أتصرق ولا بتطلع معه الواحد فتطلع الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة قال لهم غارت أمكم غارت أمكم شو بدي يساوي قال لهم أعطيها صحفتكي كسرتي للصينية أعطيها الصينية تبعي غارت أمكم هيك يعني بس الموضوع الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع الناس في سفر فقال لي الجيش تقدموا قال يا عائشة أتسابقين قالت أسابق شو يعني تسابق يبدو اللعب مع داء ركض سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فسابقت هو فسبقت رسول الله فسكت قالت هي دروية الحديث السيدة عائشة قالت فسكت عني حتى حملت اللحمة صحت شوي وكنا في سفر قال أتسابقين قلت أسابق قالت فسابقني رسول الله فسبقني فضحك وقال هذه بتلك يعني عنا بالعامية وحدة وحدة بوحدة فالرسول صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن هذه الحوادث في حياته في لطفه لما كان يصلي بيجي سيدنا الحسن والحسين شايفين واحد ساجد يضطوا على ليلة الرسول صلى الله عليه وسلم يركبوا على ظهره ما يرفع رأسه سيدنا النبي يبقى ساجد حتى يملا ما يكون هلأ الله أكبر الله أكبر يعني تعووا إموه خلصوني بقى بدنا نرفع رأسنا يا بيعمل هيك بيوقعون ما رضي يرفع سيدنا النبي شو هدلول سيدنا الحسن والحسين راكبين على ظهره ما يزل حتى هني نمله وينزلو وكان يركبوهما على ظهره ويمشي بهما في أرجاء الغرفة يعني مثل فيقول نعم الراكب أنتما نعم الراكب أنتما ونعم الجمل وجملوكما مثل كأنكم راكبين على الجمل هني أنا صغار كتير يرون هذه في قصص رسول الله اليومية مع أحفاده أصباطه أبناته أصحابه كيف كان يتعامل كيف كان يصبر كيف كان يعفو عن اللي أسائله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالناس الموقف فرح خانم سلم خانم الفرع الموقف ما له سهل يعني أنا واقف عم أخطب قدامي عشرة آلاف زلمة لأنه ما كان في غير المسجد النبوي وكان طوله مئة ذراع بمئة ذراع كان كبير كتير المسجد النبوي ودخل سيدنا الحسين من آخر المسجد يلبس الثوب يلبس ثوب طويل يعني لابس قلابية طويلة ويتعثر بتفركش لسه بيقوم ويبقع لأن الناس كلها تاوشها لعند الرسول صلى الله عليه وسلم هو عم يطلع بس هو يشايف ولا سيدنا الحسين بس ما حدا يشايف هنا دائرين ظهروا لسه بيقع بفوت لسه ما بيوقف بشي خطوة برد بيقع برد ترك الناس وشق الصفوف وجاء إلى سيدنا حسين أمسكه وأتابيه وضعه عند المنبار مين بيعمله أنا بكون عم أخطب بالناس يفوت يقع عشر مرات ما بيخطروا بالي بصراحة أني اترك هالموقف هذا عم أخطب بالناس وروح جيبه لكن الحس المغرف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى هذه الدرجة بيحكوا عن هذا الجانب من رقته ورحمته وعفو بيحكوا عن جانب الشجاع على الرسول صلى الله عليه وسلم له جانب شجاع جدا عدم المهادنة مع يهود بني قرائضة ويهود بني قينقاع ويهود بني النظير يلي حاولوا عدة مرات الخيانة وخانواه واتفأوا من وراءه وحاولوا أنه يقتلوا وحاولوا يقتلوا أصحابه اتأمروا على قتل عدة مرات للرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني تماشى معهم إلى أبعد الحدود لما وجد أن الطريق مسدود كما هو الحال يعني لحنا اليوم كمان عم نشوف شو عم نصير يعني عم نستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف وعم نشوف شو عم نصير بفلسطين وبيغزة الحقيقة فلذلك قلوبنا مع أهلنا يعني بغزة سهل دكتور يعني عم نستذكر صفات وأخلاق رسول الكريم وبنفس الوقت يعني سنوات طويلة من الإرهاب من قتل باسم الإسلام وذبح باسم الإسلام وتم التنكيل كمان بالسوريين كمان باسم الإسلام أدفي مفارقة بين تعاليم الإسلام وبين صفات ومكارم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبين كل ما يحاول الإرهابين اليوم تصديره للعالم كليات وأنه نحن جاهد باسم هذا الإسلام أحد الأشخاص فرح خانهم أسلم لما تعرف عن الإسلام من الكتب الإسلام الحقيقي أسلم لما أجأ شاف الناس وتعاملها قال الحمد لله الذي تعرفت على الإسلام قبل أن أتعرف على المسلمين لو كنت يعني بجوز كنت ما أسلم يعني إذن هو هذا لحنا ما بناخده بلفظة بناخده بالمعناها يعني هذه تعني أنه التشريع شيء والواقع شيء آخر يعني النظرية والتطبيق لحنا اليوم لما منشوف هناك رعاة وأنا خليني يكون صريح معلش على قناتكم الكريمة لما بشوف في رعاة لهذا الإرهاب مثل أمريكا ومثل الغرب مين اللي أوجد هالمجموعات الإرهابية؟ خليني نكون صريحين مين اللي أوجد تنظيم القاعدة؟ مين اللي أوجد داعش؟ مين اللي أوجد النصر؟ مين اللي أوجد؟ مين اللي يدعمهم؟ مين يعطيهم أسلحة؟ إذن ما في شيء في الإسلام أبدا اسمه تطرف ولا تشدد لكن وعلى فكرة السوريين انتصروا من أسباب نصر السوريين أنه هن نشأوا في حوار حضاري مفتوح أنا نشأت بحي القصاع أصدقائي نص الصف عندي من أخواننا المسيحية وأصدقائي نص مسيحيين فأنا يعني ما بيخطر ببالي إلا دائما أنا عندهم وهنين عندي لما كنا صغار هذا الموضوع ما بتلاقيه غير بسوريا يعني أنت تروحي لبلاد أخرى ممكن تلاقي فيها تنوع ديني ممكن تلاقي فيها تنوع أو الطياف من الشعب ضمن الدين الواحد ولكن أنه مثل سوريا عايشين كلياتهم ما حدا بيسأل التاني لشو مذهبك ولا شو دينك عم نتعامل كمواطنين هنا مهد الحضارات يعني العالم كله يجي يتعلم من سوريا هنا منطلق الرسالات السماوية هذا الشيء ساعد كثير السوريين وقال له لماذا نبيض التطرف في سوريا لو كان عقليتنا قابلة لتشدد والله يكننا صرنا في أسفل السافلين لكن لحنا لا عقليتنا ولا عاداتنا ولا تفكيرنا ولا واقعنا بيتماشى مع هذا التشدد لذلك نبذت سوريا وكان من أسباب النصر أنه لحنا نعلم أنه هذا شيء طارق على السوريين ليس في فكر ولا في عقيدة السوريين لحنا دائما نقول لما نقصر في بيان هذا الدين العظيم وصفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للعالم وصفات الأنبياء والرسل والرسالة التي جاءت بها الكتب السماوية لما نحن نقصر بهالموضوع هذا بانتشر التطرف لذلك كان من عمل وزارة الأوقاف السعي على نشر الإسلام الوسطي وافتتح مركز الآن يأتي إليه من كل أسقاع الدنيا مركز الشام للوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والتشدد عم يجينا قروبات من كل الدول اللي بيخطر ببارك العربية والإسلامية والأجنبية بيحضروا عنا سلاسة أشهر وهناك ناس بيحضروا سنتين بيتعلموا الإسلام الوسطي المعتدل من بلاد الشام هذا من ضمن عمل وزارة الأوقاف السورية والسيد الرئيس أكد على ذلك السيد الرئيس أنه لما اجي افتتح المركز هذا المركز افتتحوا سيد الرئيس على فكرة يعني سيد الرئيس الله يعينه عنده مئة شغلة بس يجي افتتح هذا المركز في الى رسالة من وراها معنى ذلك وقال بها الافتتاح قال انه لحنا بقدر ما ننشر الإسلام الصحيح يتخاذل هؤلاء المتشددون والمتطرفون وبقدر ما لحنا نبتعد عن نشر الإسلام الصحيح بقدر ما هننا بينشطوا أكتر لا لحنا خلينا نكون فعلا أداة خير واسطة لأجنى نشر الوسطية والاعتدال والإسلام الصحيح وصفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما كنا نتكلم عنها الآن وطبيعة الحال هي نفس طبيعتها ترفض التشدد يعني هو الإنسان الفطرة السليمة بيرفض التشدد بيرفض التطرف فهذا بيكون أيضا لحنا لما بيكون عنا من ضمن دوافعنا تعريف الناس بالدين الصحيح ورسول الإسلام بشكل صحيح لحنا بنكون على جهة دي الصحيح صحيح يعني فضلت الشيخ اليوم نحنا عم نتحدث عن مكارم الأخلاق ومثل ما قلت نحنا دين أخلاق بالبداية اليوم في كتير ناس أخذت من بعض التعليم الموجودة بالدين الإسلامي القشور يعني حضرتك تحدثت أنه الرسول الكريم تزوج عدد من الزوجات الرسول الكريم كان له فتوحات الرسول الكريم كان له كذا وكذا وكذا وما إلى ذلك أخذت هاي القشور فقط دون الغوص بالتفاصيل ولماذا حدثت يعني كان كل قصة إلها لما تزوجت طفلة صغيرة كان في إلها عبرة إلها قصة معينة وما إلى ذلك اليوم ما عم نشوف هذا الشيء للأسف عم نكون فيه بعد كبير عن حقيقة لماذا دعا الإسلام لماذا سمح بهذا ولماذا نهى عن هذا فخلينا نتحدث عن بعض من ما قام به الرسول من أجل أن يعلم المسلمين هذه التعاليم الأولا إحنا أحد المفكرين الغربيين طبعا هو كان مستشريق وقرأ عن الإسلام مشان يشوف وين فيه صغرات ويدخل علينا من الصغرات ويقلب المنقلة علينا يقرأ يتعمق 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 قام حب الإسلام ودخل في الإسلام هذا المستشريق قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا إحنا عنا شيء اسمه الجهاد في الإسلام خلينا أخذ مثال يعني الجهاد في الإسلام يعني جيش الدولة ما فيه شيء بكل كدب الفقه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم للتابعين وتابع التابعين إلى يومين هذا افتحي أي كتاب فقه بتلاقي مكتوب بباب الجهاد هو جيش الدولة ما فيه شيء عنا أصلا جهاد خارج جيش الدولة فهو جيش الدولة نعم الجهاد لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا الدكتور البوطي الله يرحمه شهيد المنبر والمحراب له كتاب اسمه الجهاد في الإسلام قال اختلف الفقهاء هل سبب الجهاد هو الحرابة يعني أنه إحنا الدفاع عن أنفسنا عم يحاربونا بدنا ندافع عن أنفسنا ولا هو الكفر طوالما موجود كفر بهالدنيا بدنا إحنا نجاهد قال لا أو التوسع لا السبب هو الحرابة أنه عم يحاربونا شو أنا بيجوا بيحاربوني بيقتلوني بوصد بيت بيبقى متفرج عليهم وجاء آيات من القرآن الكريم الآية الأولى فإن قاتلوكم فاقتلوهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وساق هذه الآيات كلها وبيّن أن الموضوع موضوع دفاعي فهنن أجونا عند الرسول صلى الله عليه وسلم بدون يقاتلوا وراحوا أخذوا كل أموال المسلمين بمكة غزوة بدر سببها شو هو غزوة أحد شو هي الخندق شو سببها وهكذا نجد أن كل الحروب التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دفاعا عن النفس الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتدى على أحد أبدا لما كان يرسل الجيش يقول هذا المستشريق قال عجبت من هذه الوصية يقول لهم سيروا بسم الله على بركة الله اللي هنة عم دافوا عن أنفسهم ناس جايين يقتلون هنة بدون يطلعوا يدافوا عن أنفسهم يقول لهم سيروا بسم الله على بركة الله لا تقتلوا مرأة ولا وليدا ولا شيخا هريما ولا منفردا بصومعة شو بتكم بالرهبان والقساوس هادلول الأحبار عادين عم يعبدوا الله ولا منفردا بصومعة ولا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا زرعا ولا تهدموا حائطا قاتلوا من قاتلكم وتركوا من ترككم وكونوا عباد الله إخوانا قال والله هذه موصية حرب والله هذه تصلح وصية للسلم إذا كان محمد هكذا في الحرب ما عدت أشلهم بالسلم محمد المهنين بيطرحوا علينا من ضمن الأشياء الجهاد 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 طيب الجهاد لما بنعرف لحنا أنه هو الدفاع عن النفس وهو تقوية الدولة ولما بنقرأ قوله تعالى ونوجه تحية للسيد وزير الأوقاف الدكتور محمد السيد بكتابه التفسير العصري الجامع في تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه شايفين؟ هاي الإسلام دين إرهاب لكن الآية بالقرآن عم تقول ترهبون ليش؟ الإرهاب المقصود هون هو نفسه الإرهاب المصطلح عليه الآن فيما بين الناس وتطرف والقتل لا شو قال ربنا؟ أعده أنا لما بكون قوي بخاف مني عدوي معنى ترهبون أي تخيفون عدوكم من الاعتداء عليكم ليش ما بحسن فسرة ترهبون بالإرهاب وتشدد والتطرف لأن الآية عم تقول لي بالقرآن وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وعم يقول لي فإن قاتلوكم فاقتلوهم أما ما تبدأوا أحد القتال حتى في نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأوا الناس بالقتال في نهي ممنوع أنك تبدأ أنت بالقتال إذن تخيفون به عدو الله وعدوكم ليش؟ لما بكون أنا قوي عدوي بخاف مني هذا المقصود لما بنجي لحنا كما تفضلت سلمة خانهم لحنا بنفسر لهم كلمات القرآن الكريم بشكل الصح ومناسبات القرآن الكريم بشكل الصح الجهاد بشكل صحيح شو معنات الكفر بالقرآن الكريم شو معنات الشرك بالقرآن الكريم لما مفسرها بشكل صحيح وبيجني الناس بيقرؤوا هذا التفسير الصحيح بيعرفوا أنه الشيء اللي عم يحاولوا مثل ما تفضلت القشور يلي زدتوها علينا أعداء الإسلام مشان إثارة هذه الموضوعات لن تنجح بس لحنا اليوم لهلأ لسه كثير من الناس ما عم تعرف تفسر القرآن بشكل صحيح ولا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل صحيح نعم يعني يسلم تمك دكتور على كل هذا الكلام يلي نحن فعلا بحاجته بهذا الوقت وبحاجة لتصحيح كثير من الأمور المغلوطة والأفكار يلي عم بيحاولوا أنه ينشوه هي أفكار خاطئة طبعا كلمة أخيرة بتحب توجه به المناسبة الكريمة والله أول شيء أنا بحب أقول نحن بنحتفل بميلاد سيدنا المسيح عليه السلام عم نحتفل اليوم بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بجوز بكتير دول ما تلاقوه على فكرة يعني بجوز كتير دول ما تلاقوه موجود بسوريا يا بيحتفلوا بمولد الرسول يا أما بيعيد الميلاد نحن بيحتفل بعيد الميلاد وبعيد المولد معنى ذلك نحن هنا في بلادنا في سوريا هنا ملتقى الرسالات السماوية وهون مهد الحضارات كتير حلو لحنا مثل ما لحنا عليه وكتير بيصير أحلى لما لحنا بنرسخ هذا الشيء بعلاقاتنا مع بعضنا البعض بدي أقول خلينا نفرح بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم منجسد هذا الشيء واقع بحياتنا لطفه أخلاقه نبله عفوه رحمته محبته يلي كان عم يدعو لها لحنا نتمثلها واقع بحياتنا خلي يعطف الكبير على الصغير خلي الغني يساعد الفقير هلأ لحنا على مدارس اليوم كتير صعب موضوع المدارس قديش حلو لما بيجي رئيس منشأ اليوم بسوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأتيه الأموال ما يبقي لنفسه شيئا يروح يشوف هالعمال اللي عنده هالموظفين بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيهم كل واحد بدل أو منحة مالية من أجل يجيبوا دفاتر وأقلام لأولادهم اليوم دفاتر وأقلام وحقيبة وبوت وكنزة مليون ليرة الولد بيكلف أقل شيء فلحنا لما بنتمثل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في صلتنا بالله سبحانه وتعالى وفي تعاملنا فيما بيننا ومن جسد الرحمة اللي هي عنوان المولة دائما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الراحمون يقول عليه الصلاة والسلام يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الكلمة الأخيرة نجسد هذا الشيء بيننات بعضنا اللي احنا بالتعامل الصح ونحاول نقرأ لأولادنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشماء له أخلاقه شكرا الله يسلمكم أنتم بألف خير وصحة وعافية جميعا إن شاء الله فرح من عندك ضيفي دكتورنا وبنا نشكر كمان هيك على مشاركتك صباحنا اليوم والله أنا شكرا شكرا جزيلا جوح ترجع بالسلامة وتمثل الله يسلمي وفقعاء سوريا بأحسن تمثيل الله يسلمكم شكرا جزيلا أهلين وسهلين شكرا كمان في العام وأنتم بخير تفضل يسلم رح قدام أتقل أحلل ما أكلت يوم كله